ابنائي وبناتي دفع الثالثة سنة وعشرين عشرين طبعا نظرا للظروف اللي احنا بنمر بيها ان دلوقتي مفيش مدارس وبرضو السناتر اتقفلت ومفيش مدارسين بيديو دروس طبعا كل واحد بيحاول يعمل مبادرة من ناحيته ان يساعدكو وطبعا قناة مصر التعليمية برضو عملت مبادرة انها تنزل شروحات للمواد كلها اللي موجودة وطبعا قناة مصر التعليمية دي على النايلسات والتردد بتاحها 11747 رأسي وفي الفيديو ده ان شاء الله هاعرض لكم جدول الدروس اللي هتيجي على قناة مصر التعليمية الدروس طبعا ان شاء الله هتبقى على مدار الاسبوع هتبتدي مسلا بيوم السبت بمادة علم النفس والاجتماع دي هتبقى الساعة تناشر زهرا وطبعا لها اعادة الساعة تناشر سباحا ويوم السبت من الساعة تمانية لتسعة مساء هتبقى لغة اجنبية تانية بالتبادل يعني مرة فرنساوي مرة الماني مرة ايطالي وهكذا بعد كده هيبقى من الساعة تسعة العشرة مساء هتبقى فلسفة ومنطقة وطبعا زي ما قلنا كل مادة لها اعادة فهتلاقي معادة للاعادة لو ما ينسبكش المعادة الاصلي فانت تتفرج على اعادة بتاعتها يوم الاحد هيبقى في جغرافيا وفيزيا وفيزيا يوم الاتنين هيبقى في تاريخ وبعد كده رياضة بحتة ورياضة بحتة يوم السلساء هيبقى احياء لغات ولغة انجليزية وكيميا بعد كده يوم الاربعاء هيبقى احياء ولغة عربية ولغة عربية يوم الخميس هيبقى في فيزيا لغات ورياضة تطبيقية ورياضة تط يوم الجمعة هيبقى في كيميا لغات الساعة تلاتة عصرا وهيبقى في رياضيات لغات وراديات لغات ويوم الجمعة اربعة عصرا هيبقى في جيولوجيا. طبعا عشان ما تضيعش وقتك انت مش شرط ان انت تتفرج على كل المواد اللي عندك. لا شوف الحلقة بعنوان اين? لو الموضوع اللي في الحلقة انت شايف ان انت محتاج تسمعه او محتاج تأكد في معلومات اتفرج على الحلقة. لكن لو لقيت الموضوع انت عارفه كويس فانت مش لازم تضيع فيها وقت وتحاول تستغل اكتر وقت ان انت تزاكر فيه. طبعا اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله في اقرب فرصة هترجع تاني المدارس والدروس هتشتغل وان شاء الله وموضوع عزمة الفيروس ده هينتهي وترجع الامور كلها لطبيعتها. طبعا لو في اي اخبار جديدة برضو هعرفكو بيها ولو في اي حاجة نقدر اقدمها لكم ياريت برضو تعرفوني بيها وانتظروني في فيديوهات تانية ان شاء الله.